بسم الله الرحمن الرحيم أخواتي وإخواني العراقيين العزاء باسمي وباسم حكومة الإقليم وشعب كردستان نعزي أنفسنا وذوي شهداء فاجعة الأمس وأدعو الله أن يسكنهم فسحة جناته كما أدعو الله بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم عوائل ضحايا الصبر والسلوان نحن بأمس الحاجة إلى تعاون أكثر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمجتمع الدولي لحماية الأرض وأرواح جميع العراقيين وإنهاء تكرار هذه الانتهاكات نحن معكم وسنقدم ما في استطاعتنا من مساعدة لتخفيف معاناتكم